المشكلة اللي بنواجهها انه العلم بقول انه مثلا يعني استحالي كل انسان عمره 6000 سنة وانه الارض عمرها ملايين سنين وانه كان في دينوسورات الاخره ازاي يعني نصالح الموضوع الخلق في الاول في موضوع الخليقة يعني وزي ما فعلا اشرت حضرتك ان موضوع نظرية التطور اللي جاء من عشرات السنين او قرنين تقريبا بدأت هذه النظرية فخلت بعض اللاهوتيين عاوزين يتصالحوا مع هذه النظرية عشان ما يضعش المسيحية يصالح الكتاب مع العلم بما يسمى العلم بالضبط رغم ان نظرية التطور هي فرضيات ولم ترقى الى كونها نظرية وليس كل العلماء يؤمنون بها والاختلافات عنها كثيرة بس ده مش موضوعي الان لكن عايز اقول ان لو تقرأ الاية الاولى من سفر التكوين اصح واحد اللي هي اول اية في الكتاب المقدس الخصومة المزعومة ستنهار لانه بيقول لنا في البدء خلق الله السماوات والارض طيب خلقها في البدء امتى البدء ده ستة الاف سنة لا في البدء ولما يقول مثلا مثلا في مزمور مية واثنين من قدم ان اسست الارض والسماوات هي عمل اصابعي قدم دي بالنسبة لله ستة الاف سنة ده قدم دي ستة الاف سنة زي ستة ايام فيقينا ان الارض لها ملايين السنين ربما هو الاساس انه الله غير محدود بالزرط محدود بالزمن وخارج عن نطاق الزمن بالزرط يعني الزمن محدود بسفر التكوين الله خلق المواقية الشمس والقمر وصار فيه سيستم صار فيه نظام اللي هو الفصول والاربع وعشرين ساعة والى اخرها يبقى اذا الاية الاولى من سفر التكوين تكوين واحد واحد لا تتعارض مع ما اكتشفه العلم اذا كانت هناك مصدقية عند العلم وان كان لما اريت عن تحديد عمر الارض ماذا يقول العلماء لقيت الاختلافات شاسعة لكن الكل متفق على انها قديمة والكتاب يؤكد ذلك من قدم ان اسست الارض طيب بعد كده يقول وصارت الارض خاربة وخلي او وكانت الارض خاربة هل الله خلقها خربانا الشعية خمسة وربعين لا ايه 18 بتقولنا لا لم يخلقها باطلا لسا كان يصورها يبقى اذا حدثت كارثة كونية البعض يرجح انها بسقوط الشيطان حدثت هذه كارثة وده لا يتعارض مع الكتاب المخدس ثم بعد ذلك بدأ الرب من عدد ثلاثة من تكوين واحد مش انه يخلق الارض لكن تجديد الارض ريكرياشن ريكرياشن بالضبط يجدد وجه الارض اعادت فده اللي يعني لو ارينا سفر التكوين بهذا المفهوم فان الخصومة المزعومة اللي برالين حبل وحلقهوش لحسن يضيع الكتاب المقدس لا الكتاب المقدس ما يضعش لان العلم الحقيقي لا يتعارض في شيء مع الكتاب المقدس اما نظريات النهاردة يقلوها وبكرة ينفوها احنا مش ملزمين ان احنا نجري ورا كل موديل جديد يعملوه اشتركوا في القناة